فانا انا بتصور هي الرياضة كده هي دي طبعتها هي دي الحياة اللي احنا عشناها على مدار عمرنا ليه قالوا ان يعني كان في تعليمات من السيد وزير الرياضة الاندية ان يده الدكتور كمال درويج هل الكلام ده منجود؟ انا اقول لك بقى اطلاقا لو اقول لك مين اللي تكلمني يعني انت نفسك قطعا هتستعجب مين انا دكتور كمال ها استعرف؟ عايز اعرف والناس عاستعرف؟ والناس عاستعرف المهندس هنا بريده ام ايه رأيك بقى؟ ايه رأيك؟ اول مرة اقول الكلام ده ام هو اللي كلم حركته خش رئيس ايو اه ينفع كده بقى؟ دي تنفع يعني انا شايف الموضوع مختلف عما يقال يعني يعني النسخ بتخلي واحد بقى يقول اي حاجة يعني اي حاجة ليه؟ وهو مش مش الاصول ان ما تلاقي يا راجل اكبر سنا واكبر خبراتا واكثر احترافا انك تعترف بهذا؟ المانع يعني اصد حركة كابتن حسن حمدي؟ اه طبعا هي قضية تمثيل نادي ولا قضية قدرة على ادارة عمل؟ قدرة على ادارة عمل؟ يعني خدوها كده خدوها يعني مش وعني طبعا احد يقولك اصله معين مينفعش يبقى رئيس اه ازايا ام محدش قال انه لا معين ولا منتخد ممكن تبقى شخصية عامة تتولى رئاسة الانديل ام مفيش مفيش نصوص تؤكد ان ده يمسك وده ما يمسكش هو كان فيه لجنة بس اصلا ما كانش فيه لجنة بس جوه لجنة الانديل ام اتعاملت مجاملتان للاستاذ ما اندوحها بس ام وما فيش في لجنة الانديل نايد ام انا دخلت بقى انا دخلت وقريت وذكرت ما فيش نايد ابدت استعداد ان حضار كبتح صفحة جديدة وروح تنادي الاهل الاندمان؟ لا مش الاندمان انت بتعمل الاصول الاصول ان النادي زي ما انا وقفت في وص الانتخابات لجنة دي وقلت ما ينفعش النادي الاهلي يرجع تاني يتعامل علي قرع او يتعامل علي انتخابات انا قلت هزا الكلام يعني حتى الاول قلت بالاسم لما لقيت الاسم يعني ام مش قابل فقلت النادي الاهلي كنت حاس حراك ان رد فعل النادي الاهلي هيكون كده ولا لما حضارك روحت انت والاسوس جمال علام وكده كنت حاس ان هيبقى فيه استجابة احنا بدوجة مخرج ما هو فيه حرج حصل واتاخد على انه النادي الاهلي طب ورد الفعل حضارك الرأي كتير والله الرأي يعني رد الفعل كانت مقابلة طيبة والناس طبعا محترم لا رد الفعل بتاع قرار مجلس ادارة تاني يوم انه حيستمروا في البيع منفرد او في المناصر هذا رأيه تقدرش تحجر على رأي مجلس ادارة النادي الاهلي ولا مجلس ادارة النادي الاهلي احنا بنقعد يعني بتاخد تفويد وما بتعملش التفويد بتعرضه على مجلس الادارة لان النادي بحجمه بالناس اللي جواه لازم تحترم حضرتك فوضت النهاردة السيد هابلهيطا والسيد هاني شكري ان هما يروحوا للنادي الاهلي يتفاوضوا معاه للدخول في عدد التلفزيون اه لان احنا زي ما قلنا في البداية في لجنة البس قلنا ان لهذا الموضوع لهذا الموسم فقط ثم بعد ذلك سوف تعرض كراصش